اكد صاحب السمو الملكي الامير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء على الدور المؤثر والبناء للدبلوماسية البحرينية عبر مسيرة الوطن الممتدة حتى اضحت نموذجا يعكس ما تتسم به مملكة البحرين من قيم نبيلة ومبادئ قويمة تستند الى السلام والتسامح والتواصل والتعايش كأسس تنطلق منها في ترسيخ علاقاتها مع مختلف دول العالم واشار سموه الى همية مواصلة فتح الافاق الجديدة التي تعود بالخير على حاضر البحرين ومستقبلها من خلال تنمية مسارات العلاقات وتعزيز التعاون والتنسيق المشترك ومد جسور التواصل مع شتى الدول من اجل تحقيق الامن والنماء لصالح الجميع بما يتماشى مع رؤى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم رعاه الله قال سموه ان الدبلوماسية البحرينية هي الحصن الدبلوماسي للوطن ونافذتنا على العالم بما يحمي ويبرز منجزات الوطن وسورته الحضارية على الساحتين الاقليمية والدولية مشيرا الى ان العمل الدبلوماسي هو جهل مقدر ومسؤولية وطنية سامية يحمله القائمون عليه جاء ذلك لدى لقاء سموه في قزن الطيبية اليوم بحضور معالي الشيخ خالد بن عبدالله الخليفة نائب رئيس مجلس الوزراء ومعالي الشيخ سلمان بن الخليفة الخليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني وعدد من اصحاب السعادة من كبار المسؤولين وسعادة الدكتور عبداللطيب الراشد الزياني وزير الخارجية وعدد من المسؤولين في الوزارة ورؤساء البعثات الدبلوماسية والقنصلية لمملكة البحرين في الخارج وذلك بمناسبة اليوم الدبلوماسي لمملكة البحرين حيث أشاد سموه بما يبذله منتسب السلك الدبلوماسي من جهود دؤوبة متميزة لرعاية مصالح المملكة وخدمة موطنيها في الخارج وموصلة تعزيز مكانة البحرين على مختلف الأصعدة عبر إبراز منجزاتها التنموية وتوطيد علاقاتها المشتركة مع الدول الشقيقة والصديقة وفق السياسة الخارجية لمملكة البحرين والقوانين والأعراف والمواثقة الدولية وجه صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء تحية الشكر والتقدير لكافة الكوادر الوطنية الدبلوماسية التي تقوم بواجبها الوطنية على أتم وجه ومعربا عن الفخر والاعتزاز بما وصل إليه العمل الدبلوماسي في مملكة البحرين بفضل جهود العاملين فيه من أبناء الوطن وعزمهم الدائم على تحيق المكانة الأفضل للمملكة وفق الأهداف المنشودة ومشيرا سموه إلى أن مملكة البحرين حريصة على تعزيز مساعيها الدبلوماسية المرتكزة على العمل للبناء وتحيق السلام في كل أرجاء العالم من جهتهم أعرب سعادة وزير الخارجية ومسؤول الوزارة ورؤساء البعثات الدبلوماسية والقنصلية لمملكة البحرين في الخارج عن الشكر والتقدير لصاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء على ما يوليه سموه من حرص واهتمام بدعم مختلف الجهود الدبلوماسية لمنتسبي الوزارة ومؤكدين مواصلة العمل بعزيمة مستمرة خدمة للوطن وأبنائه الكرام في كل مكان